موسيقى موسيقى أعزائي طلبات الثانوية العامة سنة ثانية سنوي أهلا بكم في برنامجكم للغة الإنجليزية اليوم سنبدأ موسيقى ملتع سنوي ملتع متشكت ملتع ملتعي نعم صحي ملتع ملتع جيد كيف تحافظ على صحتك؟ ندعي أولاد بالvocabulary سنة ثانية كيفتك في بوكبير سي بي ار كارديو كارديو بالمونري ريساسي ستيشن انا عرف ان اصعب عليك اولاد سي بي ار كارديو بالمونري ريساسي ستيشن عملية تنفس الصناعي انفكشن انفكشن ياولاد مين تفاكر يقول لي اني انفكشن مرافو عليكم عدوى طب مصاب حد يتذكر الكلمة دي اكتبها لكم انفكتد 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 يعني مصاب طب ملتي فتكر كلمة موعدي برافو عليك انفكشوس انفكشن very important word perform يؤدي او يقوم ب react yes يتفاعل يقوم برد فاعل وبردو ياولاد ممكن نقول عليها reaction رد الفاعل كلمة شديد او خطير severe حاجة dangerous حاجة serious technique technique يعني اسلوب technique طريقة vocabulary on reading allow allow يسمح حد يفتكر ياولاد يديني كلمة بتسويها كده yes let let area bacteria ممطقة awake awake yes مستيقز bacteria بكتيريا حد يتذكر المفرد بتاع بكتيريا ايه ياولاد سمح حد يقولها bacterium بكتيريا بكتيريا ده المفرد bleed ينزف الدم بقى من شاطر yes برافو عليك blood breathing التنفس الفيلم منها ياولاد breathe breathe يتنفس خرائي breathe call يتصل اويني دي chest رفع عليكم الصدر chest لو عندك ألم في الصدر chest pain chest pain disease مرض yes ألس آخر emergency services emergency services emergency services خدمات الطارق first aid yes أسعافات أولية flat طبعا كلمة flat مسطح حاجة مستوية على الأرض مسطح في وضع النوم flat وضع flat معنى شقة immediately فورا في الحال لو الموضوع فوري نقول عليه ياولاد immediate immediate injury إصابة أو جرح instructions دول النهار بناخد instructions yes تعليمات instructions vocabulary on reading lock ييفل يغلق normal طبيعي place 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 ما معنى مكان النهاردة بمعنى put يضع put press press لا يعني كثيرا لو تضغط على حاجة تقول على press اضغط دوس برضو press معنى مشهور جدا الصخافة press rise رائز يرتفع في برضو كلمة رائبة جدا منها ياولاد raise الكلمة دي بتلغبت ناس كتيرة raise يرفع بمعنى يزود ولكن rise على جنبه يرتفع بمعنى تشرب مع الشمس فكلمة rise يرتفع لكن رائز يرفع sign علامة skill excellent برافو عليك skill مهارة surface surface سطح surface vocabulary on listening احنا ياولاد في البداية بنستعرض كل الكلمات اللي هنستخدمها في اليورنت ambulance عربية الاسعاف ambulance athlete رياضي رياضي شخص رياضي اهم حاجة TH من لسانك خلي لسانك بين سنانك athlete والورايا كده the 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 this that thank you كل كلمة فيها TH طلعنا لسامنا athletic athletic دي بقى بتصف شيء هنتكلم فيها بعد شوية وحنا بنفرع ما بين the special difficulties athletic peace اساس أو قادة peace bone عظمة championship بطولة جاي منها كلمة champion 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 بطل check يفخص أو يرجع check collaboration مين بقى اشاطر يقولي الكلمة دي collaboration مرابو عليكم تعاون أو اشتراك الفرب منها ياولاد collaborate collaborate يعني نشيل ال i وال o وال an ونحطي collaborate يتعاون يشترك فيه competition competition مسابقة damage يفسد أو يتلف damage جاي منها كلمة damaging damaging تشيل ال i وتحط ing damaging يعني مدمر damaging detail تفصيل تسمع عن كلمة in detail in detail in detail بالتفصيل educate يعلم يدرس فيه ناس بنتقواه ياولاد educate 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 أو educate وطبعا الكلمة المشهورة قوي education education تعليم examination examination فحص أو اختبار examination جاي منها الورد examine examine يفحص executive director executive director director مدير تنفيذي كلمة director وناس تقولها director ليه نطقين director أو director برضو مخرق executive تنفيذي expert ال p فيها مشكلة معنا كلنا ياولاد ال p مع هوا فيه كده نفخة وانت بتقولها ال p اللي هي الفوق expert خبير لو تفتكر كلمة experience تقول النهار بالنور هالبعض عندي experience في حاجة معينة experience خبرة experience fortunately fortunately بتساوي luckily مين عرفها؟ رب عليكم بحصن الحظ fortunately or luckily handball handball heart center مركز لعلاج القلب major major أساسي أو رئيسي major فيه كلمة يقولون مشهورة واسمها majority majority الأغلبية نكتبها دي معناها أغلبية تب مين يقولي عكسها؟ تب مين يقولي عكسها؟ minority minority أقلية نحاولي يبقى دايما عندنا a lot of vocabulary pioneer pioneer رائد الكلمة دي بتفكرني بدكتور مكدي عكوب دكتور مكدي عكوب is a pioneer in heart surgery pioneer رائد regular منتظم regular repeat repeat يكرر repeat respond يستجيب أو يرد على جايب منها الناول response لو شلنا دي وخطنا اس response يستجيب الناول منها استجابة response أو رد responsibility مسؤولية جاي منها الword لو تفتكروا responsible responsible for مسؤول عن sudden مرافو عليك مفاجئ ولو تفتكروا كلمة suddenly suddenly آخرها ال y فجأة survive ينجو أو يبقى على كده الحياة survive النون منها يولاد survival 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 البقاء على كده الحياة نكتبها تحت كده survival النون البقاء على كده الحياة survival technology everybody knows كل يعرفها technology dream يدرب يدرب أو يتدرب trophy trophy كيس أو جيزة language and workbook vocabulary act يتصرف أو يمثل جاي منها كلمة مشهور أوي actor ممثل من يعرف كلمة ممثلة مم سامحادي بيقول رفع عليك actress actress ممثلة باندج ضموضة لجارح وباطي أو يدرب بيه لجارح اسمه باندج باندج بلد دم انكاريش يشجع يشجع gloves كفزات guide يوجه ويرشد جاي منها بردو كلمة guide مرشد guide kit عدة أو طقم أدوات عدة كد label ملصق muscle عضلة operation عملية تسمع الكلمة surgical operation عملية براحية نكتبها هؤلاء تحت surgical جراحي وجاي منها كلمة surgeon جراح surgeon بتقول surgical operation performance 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 الـ P مع هوا perform performance أداء prohibition وفيه ناس ثانية بتقولها prohibition prohibition لكن النون معنى منع أو حظر prohibition أو prohibition pump يضخ أو مضخة pump regularly regularly بانتظام tight محكم مجدود rap very important word لو انت جاب جفت الحد هدية يو رابت مين بيقول يعني رابت سنحة بيقول برافو عليك rap يغلف تصرف expressions idioms and prepositions do an action يتصرف perform or do CPR يعمل عملية التنفخ الصناعي الحد perform CPR أو نقولها يا أولاد do CPR do do sport يمارس رياضة do sport have an infection يصاب بعضوة care about يحتم بيه come off يسكت أو يخرج من مكانه disagree about يعترض على شيء lock together together يغلق معا lock together make sure perform يتأكد perform a play أهم حاجة عندي perform a play دي اللي بتفرق حد من ده صحة ولا لا perform a play stay healthy يبقى بصحة جيدة take up a new sport يمارس لعبة جديدة take up ناخد بالنا أولاد من حرف الجر up take up a new sport look at what ينظر إلى reply to يرد على أو يستجيب لي reply to rise up يرتفع wrap around والكلمة دي أولاد فيها برضو حاجة مشوغدين بالكو منها بدايتها w فلازم الw تبقى silent wrap لو تفتكروا كلمة write يكتب برضو الw لنطهاش wrap around يلف حول يغلف reading text pre reading question عايزين بس يولاد نعلق على كلمة pre pre يعني كبر وفي كلمة اسمها post post يعني بعد نقطه pre and post نرجع لموضوعنا pre reading question لو هنديك سؤال قبل الريدنج اللي احنا نقول دلوقتي Did you help an injured person؟ ساعت في مرة حد مصاب How؟ ساعته ازاي؟ طيب تعالوا نتكلم عن حاجة مهمة قوي How to perform first aid ازاي تعمل اسعافات اولية؟ الدرس مفيد جداً Let's see Number one If you find an ill or injured person You must check the area around them First to make sure it isn't dangerous يعني انت لو شفت حد قل مصاب او مريض لازم تاخد بالك من المنطقة اللي حواليه لكي تتأكد ان الموضوع ليس خطر Then مين قال ذن غلط؟ مين يقول صح؟ Then تتأكدش من لسانك وبعد انسى Then move closer To the person And they look carefully at him اول حاجة قرب منه Closer الكلمة دي متخلاش رغبتك فيه كلمة تاري بمعنى Close نفس الكلمة بس النطق بالزد Close يقفل لكن لما تقول قريب منك تقول Close تقول My close friend Close يبقى لما تكون قريب تقول Close لما تكون Verb هي بالاس بس بتتنتقزد Close قرب closer to the person And look carefully at him بص على بعناه Does he seem to be very ill يطرعين Does he have severe injuries يطرع عنده قروح شديدة Number 2 If the person is awake but not bleeding لو الشخص معاك واعي مش فقد الوعي مش فقد الوعي مستقز مش بينزف You have to ask him or her or how he or she feels اسأله هو حاسس به And what happened قوله إلا حصل Check his body for signs of injury افحص جسمه شوف فيه جرح في جسمه or infection You don't have to touch the person's body to do this متحاولش تلمس جسمه ممكن يكون مكسور فانت هتقلمه Don't touch his body Number 3 If the person doesn't reply لو الشخص ما بيرد مش عليك تعملي بعد Touch his shoulder or foot and shout and shout to see if he reacts المس كدفه المس قدم shout انده بصوت حالي شوفوا هيستجيب لك ولا لا react and remember to check for normal breathing حاول تفحص his normal breathing نفسه الطبيع بيتنفس ولا لا أعيش ولا لا four if the person isn't breathing someone must call the emergency services immediately one two three لو الشخص ياولاد مش بيتنفس اتصل فورا حالا بالرقم دا الكل يحفظوا one two three five five if you know how to perform CPR نيجي بالل المبون لو انت بتعرف تعمل CPR تنفس صناعي you have to do this to help the person start breathing again however you mustn't do CPR unless the person is lying on their back لما تيجي تعمل CPR يكون الشخص نام على ظهره أنا flat surface مين فاكر كلبة flat قلناها في الأول على شكل مصطح flat surface such as the floor six place your hand on the center of the person's chest place هنا مش بمعنى مكان ياولاد هنا بمعنى put حطي ايدك على ضع put يعني place حطي ايدك على منتصف صدره put your other hand on top of the first hand and lock your fingers together make sure make sure your shoulders are above your hands make sure that your shoulders خلي اكتفك فوق ايدك above your hands seven you don't have you don't have to press down on the person's chest very much ما تدس قوي على الصدر بتاعه press down only five to six centimeters keep your hands keep your hands on the chest خلي ايدك على صدره and allow it to rise up again وينزل وطلعته you have to do this hundred to twenty times a minute until the person starts starts breathing again هتفضل تعمل ده من مية إلى مية وعشرين مرة في الديع لغاية الشخص ما يتنفذ مرة ثانية خليدي question post reading a question مين شاطر با يقول لي عن ايه post انا بتاهم سوائن برافو عليك post after وبرده post اببعنا البريد who should you call if a person isn't breathing well تتصل بمن لو الشخص مش بيتنفذ كويس focus on vocabulary معانا اولاد كده كم كلمة مهمين جدا على lesson one or two let's see CPR بنجمع ثاني نقول تعريفه بصرعة breathing air into the mouth of an unconscious person and the pressing on their chest to keep them alive by sending air around their body اختباركو باس مين فاكرا اني unconscious unconscious فاكد الوعي طيب كلمة press برافو عليك يضغط و chest يعني صدر infection عدوى 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 ده مرض بيسيب جزء من جسمك طبعا بيكون سبب المرض ده بكتيريا او virus perform to do something especially something difficult or useful تقوم بشيء تهدي شيء perform react يتفاعل النون منها reaction to behave in a particular way or show a particular emotion because of something that has happened تتصرف behave بطريقة معينة عشان تبين particular emotion عاطفة معينة بسبب شيء لسه حاصل has happened severe very important word severe وفي ناس تقولها يولاد severe severe لا نطين severe أو severe very bad or very serious serious يعني خطير تكنيك طريقة أو اسلوب a special way of doing something a special way of doing something checkpoint choose the correct answer from a b c or d one he had an accident and had injuries he was about to die يترا infectious معدي برافو عليكو infected ملوث severe دي مهم أوي weak برافو عليكو severe injuries غروح شديدة two if the person is awake but not you have to ask him how he feels and what happened blood bleeding injuring severe سامع الناس بتقول برافو عليك bleeding ينزف لو الشخص ثايق قدامك بس مش بينزف اسألوا وحاسس بي three you don't have to down on the person's chest very much only five to six centimeters pressure pass damage press excellent press press down تضغط four four the old woman stopped and she was taken to intensive care مين شعط ريقول يعني intensive care برافو عليكو هنا مركزة يبقى الستة العجوزة temperature ولا pressure ولا stress ولا breathing excellent breathing نفسها توقف five if the person isn't breathing someone must call thee immediately urgent emergency services police clinic emergency services طوارق services the listening part نشوف pre listening question اختباركو بقى من المره اللي فاتت تفاكرين كلمة pre برافو عليكم before من يقولي بعكسها post بعد نقول سؤال كده قبل من نسمع listening do you think do you think healthy athletes must have hard examinations and why نسمع مع بعض listening ونخليكو ياولاد تتدربوا على السكيل دي تسمعوا listening وبعد ما نسمحها هنعرضها سوا على الشاشة عايزكو تطوروا مهارة السمعة the skill of listening نسمحها الاول بدون ما ترجم لك ولا كلمة وبعدين نعرضها سوا على الشاشة let's start most of us know that we need to stay healthy and many of us enjoy sports but some young athletes believe that they don't need to worry about heart problems until they get very ill however health experts agree that athletes must get a special heart examination before they can be completely sure that they don't have a problem for example in 2006 Mohamed Abdelwahab was an Egyptian footballer from Fayoum who seemed to be very healthy at that time football clubs didn't have to check their players hearts but then Abdelwahab fell down while he was training sadly although the emergency services took him to hospital Abdelwahab didn't survive fortunately Egypt became a pioneer in athletic heart care in 2018 when established the first athletic heart center in the Middle East in Waidi in Neel hospital it was decided that the AHC had to have the best technology to check every detail of an athlete's heart and Dr. Hazem Khamees the hospital director has said that the center will help to protect everyone who enjoys the sport in Egypt and it will work with Liverpool John Moores University to help athletes abroad Dr. Ahmed Ashraf Aysa who is the executive director of the center also believes that anyone who does any kind of sport should check the health of their heart first for example the members of the Egyptian national handball team take full tests of their hearts before major competitions such as the World Handball Championships and now Dr. Hazem and Dr. Ahmed have published a book together so that everyone can understand the importance of having a healthy heart it's called athletic heart between dreams of a trophy and sudden death young athletes and their families mustn't miss this is a chance to learn about the importance of heart examinations to stay fit and healthy most of us know that we need to stay healthy and many of us enjoy sports but some young athletes believe that they don't need to worry about heart problems they don't need to worry about heart problems they don't need to worry about heart problems a special heart examination before they can be completely sure that they don't have a problem لازم يعملوا heart examination من شاطر الفاكر كده كلمة examination بربو عليكم فحص مثلا in 2006 لابحض نفكر الحدث دولات 2006 لعب مشهور قوي اسمه محمد عبدالوهاب was an Egyptian footballer from Fayoun who seemed to be very healthy كان شكله صحي جدا at that time at that time football clubs didn't have to check their players hearts في الوقت ده ما حدش كان مهتم بانه يفحص القلب بتاع العيبة قبل الماتش او قبل ما يلعبه عن مثلا but then عبدالوهاب fell down while he was training وهو يتدرب وقع فجأة sadly لسوق الحص للأسف although the emergency services took him to hospital عبدالوهاب didn't survive رغم من التواريق جتل في الحال the emergency services للأسف لم يعيش fortunately بحصن الحظ Egypt became a pioneer in athletic heart care in 2018 when it established the first athletic heart center in the Middle East in Wadi Neil Hospital it was decided that the AHC had to have the best technology to check every detail of an athlete's heart اخدوا قرار A HC انهم لازم يكون عندهم احدث تكنولوجيا عشان يفحصوا كل تفاصيل كل تفصيل كل شيء خاص بقلب اللاعب أم دكتور حازم خميس the hospital director has said that the center will help to protect everyone who enjoys the sport in Egypt and it will work with Liverpool John Moores University to help athletes abroad مش بس كده احنا هنساعد اللاعب برا في هذا المجال دكتور احمد اشرف عيسى who is the executive director of the center also believes that anyone who does any kind of sport should check the health of their heart first اي اخدوا قرار اي لعيب هيلعب لازم يفحصوا قلب الاول for example the members of the Egyptian national handball team take full tests of their hearts before major competitions such as the world handball championships على سبيل المثال أعضاء كرة الهندبول الفريق الهندبول كرة الهندبول أقرأ كله عمله their hearts قبل ما يدخلوا الميجر competitions زي بطولة العالم في الهندبول and now Dr. حازم and Dr. أحمد have published a book together so that everyone can understand the importance of having a healthy heart it's called athletic heart between dreams of a trophy and sudden death young athletes and their families must not miss this chance to learn about the importance of heart examinations to stay fit and healthy ودلوقتي يا جماعة دكتور حازم ودكتور أحمد نشروا كتاب بعض يقولوا للناس خدوا بالكم من أهمية having a healthy heart قلب صحي لا يزم العيبة الصغيرين وعائلتهم لا يزم العيبة الصغيرين الفرصة لا يزمون الفرصة أنهم يعرفوا أهمية العيبة الصغيرين فحوصات القلب عشان يفضلوا دايماً صحيين وبصحة جيدة السؤال البقاء اللي في نهاية أسيب لكم أسيب لكم بقى السؤال داي وليت تحلوا سوا In your opinion How can Athletic Heart Center in the Middle East in Waid al-Nil Hospital help athletes in Egypt Choose the correct answer from A B C or D One School competitions are encouraged to help students live healthy يا ترى Athletic Athlete Athletics or Athletes Athletic Competition هنا يا ولاد Athletic Adjective لكن Athlete ده نعو نلاقي برياضي Athletics عمتاً ألعاب الكوة Athletes فالإجابة أثلتك To Write Everything In Details Detail 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 Comfortable Comfortable بعيد برافو عليكم In detail حطها بدون بدون الأس لو عايزت تحط كلمة Detail بتيجي من غير إن وتبع Detailed Think شيء مفصل A detailed Think فالإجابة In detail 3 3 Egypt Became Byoneering role دور ريادي و Byoneering هي هي A leading role ولكن Byoneer بيجي الواحد And now Let's go To listening Text 2 هنعمل زي المرة اللي فاتة بالظبط يا ولاد هنسمع التكست وبعدين نحلله سوا Let's listen يلا نسمع سوا Of course Not everyone Will become An athlete Or a footballer But That Does not mean We should forget about Our hearts So What should parents do To help Their children Stay free From heart disease Your heart Pumps About 380 litres Of blood Through your body Every hour This is a lot of work In fact Your heart Has to work harder Than any other muscle In your body That's why We need to keep It fit And healthy We all need to Exercise For 30 minutes Every day If we can We should all Get lots Of exercise That means Mom and dad As well as The children Try to walk Cycle Swim Or play games Outside As often As you can Play together As a family And it will be More fun If a child Decides To take up A new sport Send them To visit a doctor To check Their heart First They will probably Be fine But the doctor Will need to do Some tests To check Eat healthily 2 Show your children That they need to Look at the labels Before they buy Something They mustn't eat too much Of something If it has a lot of salt Or fat in it Eat well Do lots of exercise And you should have Healthy hearts For life Let's see Of course Not everyone Will become an athlete Or a footballer But that does not mean We should forget about Our hearts So What should parents do To help their children Stay free From heart disease In fact In fact In fact In fact In fact It has to work Harder Than any other Muscle In your body Aهم Muscle في الجسم The heart That's why We need to keep it fit And healthy We need to exercise For 30 minutes Every day If we can We should all get lots of exercise That means Mom and Dad As well as The children تقول يلعب الرياضة Try to walk تمشى Cycle اركب عجلة Swim عوم Play games Outside مش تلعب الرياضة تلعب الرياضة لا تلعب الرياضة As often As you can Play together As a family كلكو كعيلة الجمع والحوم It will be More If a child Decides To take up a new sport لو طفل كرر يلعب الرياضة معينة Take up a new sport Send them To visit a doctor To check their heart first إبعت الطفل الصغير ده الأول يتطمن على قلبه يتطمن على قلبه أولا قبل ما نبعته ربما تكون رياضة عنيفة تتعبوا لو عنده مشكلة في القلب They will probably be fine But the doctor will need to do some tests to check Eat healthily كل أكل صحي To أيضا Show your children That they need to look at the labels Before they buy something علم أطفالك علم أطفالك إذا يبصوا على ال label label ticket المحطوط على العصير المحطوط على الأكل تعرف منه expiry date تاريخ الصلاحية تشوفها expired ولا مش expired They must not eat too much of something If it has a lot of salt or fat to eat لو الأكل في ملح كتير منفعش لك كذلك الفات دون ما تنسوش Eat well Do lots of exercise And You should have healthy hearts for life لو أكلتوا كويس لا يبطل رياضة إن شاء الله هيكون عندكم healthy hearts for life notes on vocabulary هناخد الفرق ما بين another other others let's see another آخر I want another book please من فضلك كتب تاني another book فنظر يجي بعدها نعون ولكن singular singular مفرد other other I need other choices وأنا بشرح لك كده استنتكت استنتكت إن other يجي بعدها جمع other choices the other the other boy is okay the other boys are good مين شاطر بيقولي فهمي إن the other ممكن يجي بعدها singular or plural ممكن يجي بعدها مفرد أو جمع others the others are efficient الآخرين the others are efficient كفاءة efficient عندهم كفاءة استنتكت إي بردو إن the others ما جايش بعدها نعون يبعدها the others are where are the others أين الآخرين 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 عندنا كلمات تانية بردو الفرق ما بين athlete athletic athletics athlete athlete درياضي حدي بلا برياضة الآخرين 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 ثانية I think athletics should be given more care from government كير يعني عناية عملية جراحية The famous surgeon has done this operation many times Don't worry بحدي داخل عمليات نقوله الجراح المشهور ده عمل operation كتير Process Birth and aging are natural processes الميلاد وكبر السن ده عمليات طبيعية Vocabulary exercises Number one What can I do to my brother to change his mind أعمل إيه عشان أغير رأي أخويا What can I do to persuade my brother Two You cover your mouth when you سامحة دي بيقول Cough order ask breathe Cough 3 are the parts of our bodies that help us do things Members Organs Barts Things Excellent Organs أعضاء حد قال لي تمّا ممبرز برضو أعضاء لا ممبرز Inside your family My family members Like in an organ You know the organ Is part of your body Four We can Our immune systems By Eating a lot of fruit and vegetables Refresh Enjoy Boost Hinder Boost Our immune system نرفع جهاز المناعة نحسن منه Boost Five A disease could be something Like the kind of cold we get Or it could be something serious Like COVID-19 Dangerous Serious Ordinary Natural المرض ممكن يكون يا أولاد ordinary عادي زي البرد كده أو حاجة خطيرة Serious Like COVID-19 COVID COVID Corona Vocabulary reading Brilliant Bارع أو رائع أو ذكي Champion بطر رياضي Course مكرر أو منهج Join ينضم لي أو يلطحك بي mistake خطأ Olympic 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 Perfect Perfect كامل أو تام أو ممتاز Persuasive جاي منها كلمة Persuade Persuasive مقنع Persuade يقنع Reason سبب Situation موقف Video games ألعاب الفيديو Vocabulary on listening Boost يدفع أو يحمس أو يعزز أو يحسد من كلها تدي معاني إيجابية Brain المخ Cell خلية cough سعال أو كحة Cover يغطي Explanation شرحة وتفسير جاي منها الverb Explain explain بس لما ليجي نكتب explain يا أولاد تبقى AIM بقى فيه I قبل الN explain Immune System جهاز المناعي Improve يحسن Long الرئة Ordinary عادي Organ عضو Protect يحمي جاي منها Protection حماية Regularly Regularly بانتظام Separate ينفصل أو يفصل وبرضو ولها نطق تاني Separate لو جاي بمعنى منفصل تقول عليها Separate لو جاي Verb تقول Separate Spend يقضي Stay Aplate يصهر Virus Add Add يضيف Advertisement إعلان الفرب منها Advertise لكن الناون Advertisement Advertisement Behave يسلوك أو يتصرف Diet نظام الغذائي Diet Flu Influenza Label ملصق Microscope Persuade The verb Persuade يقنع Pleasure سعادة أو صرور Remind يذكر لكن في remember يتذكر Simple بسيط أو سهل Support دعم أو يساند أو يدعم Toy لعبة Unfortunately لصور حظ Phrases expressions idioms and prepositions At any time Do the course Feel strong and healthy Find it hard to Get better Complete with Great Add Interested in Interested in Get in Have the flu In the first place Make notes Sound Perfect Look forward to Think of Think about Worried about Worried about طبعاً يا ولادة لما تشترجم حاجات كلها سهلة Worried about يعني قالك على طبعاً دي حاجات قديمة خدتها إحنا بس راجعناها بسرعة Reading text To health Today At mail.com ده إيميل حنا يرى سوا From علي At mail.com Dear Health Today حد عنده مشكلة بيبعث المشكلة للمنظمة Dear Health Today My cousins عماد ومونير are visiting me again for a few days ولادة عمي عماد ومونير حيزورونا النهاردة لمدة كاميون And It's always a pleasure to see them أنا بحبهم جداً Unfortunately بسؤل حظ because they are both less than seven years old هما أهل من سبع سنين They sometimes forget how important it is to keep clean and stay healthy أحياناً بينسوا قدي مهم يبقوا نظاف ويبقوا صحيين At the moment many people in my area have the flu And so these things are even more important than usual في الوقت اللي إحنا عايشين في ذا كثير من الناس في المنطقة التي عيتنا عندهم انفلوانزا وأنا خايف عليهم What can I do to persuade my cousins أعمليه عشان أقنع ولادة عمي to change how they behave إزاي يغيروا سلوكهم إزاي يخسروا قديهم إزاي يهتموا شغل بالنظافة مش حالف أجدها لهم إزاي They often come very close to show me things like photos they have taken on their phones or something funny that they have found أولاً يجبوا لي الموبايل بتاعهم ويقعدوا فرجوني عالصورة لهم ما أخدوها and when they cough they don't cover their mouth ولما يكحوا ما بيغطوش بقهم They don't seem to understand why it is so important and it worries me a lot في الكمبيوتر والصور ممتازين لكن في موضوع النظافة ما بيهتموش بيهاري I'm also worried when I see them come inside because I don't think that they always wash their hands after they have been playing outside وبعد ما بيخلصوا لعب ما بيغسلوش يديهم touching things and getting dirty they will clean their hands when I ask them لما بطلب منهم ينظفوا أديهم بيخسلوا أديهم but I always have to remind them to do it دايما بذكرهم ما بيعملوهاش من نفسهم I have heard that young children don't usually get very sick from flu and so they don't give the flu to older people but I don't know if that's true do you think that I'm right to worry أنا سمعت أن الأطفال الصغيرة عادة مش بيعيوا من الإنفلوانزا لذلك هم مش بينقلوا الإنفلوانزا للناس الكبار ولكن أنا معرفش الكلام ده صح ولا لأ do you think that I'm right to worry أنا عندي حقا ألا I look forward to hearing from you أنا مستني الرد متاءكم yours علي checkpoint choose the correct answer from A B C or D number 1 I tried hard to my elder brother to lend me his laptop but he refused persuade يقنع number two the president always writes notes to him of the important points he will speak about the raiz daiman be active notes remind it was a great to be invited to the important conference in alexandria library it was a great pleasure four our school will give a on first dates during the summer vacation will give a course five i think you should a healthy club to improve your fitness yes join listening text pre-listening question what do you think the immune system's main function if you create a blade the ghasin maniai the wazifah raiisie at the top we will talk about listening and then we will talk about a little bit about the energy we will talk about the energy we will talk about the energy let's see our organs are the parts of our bodies that help us to do things like the brain that thinks or the heart that sends blood around our bodies the immune system comes from the cells and organs that work together to protect us from diseases the immune system does this by destroying things that get into our bodies like viruses a virus is a very very small thing that causes a disease the disease could be something ordinary like the kind of cold we all get sometimes or it could be something serious like covet 19 which first appeared at the end of 2019 when a virus gets into a part of the body a message is sent to the immune system then the immune system reacts by sending cells to find the virus cells are the smallest separate living things in our bodies and they are small enough to fight against the disease some people's immune systems work better than other people's we all want our immune systems to be strong so we can stay healthy so what can we do to help we can boost our immune system by eating a lot of fruit and vegetables especially vegetables with great leaves we can boost our immune system by eating a lot of fruit and vegetables especially vegetables with green leaves we also need to exercise regularly we don't have to run 50 kilometers every day but we need to be as active as possible we also need to make sure that we get enough sleep for most people that means at least 7 hours every night finally we must do things like washing our hands regularly which will help us to avoid getting a virus or an infection in the first place we also need to do things like covering our mouth when we cough to stop other people getting an infection or virus organs organs عضاء immune system كلمة مهمة جدا يا أولاد جهاز المناعة destroying يدمر disease مرض انفكشن عدوى دي أهم الكلمات اللي جات في الليسنينج ممكن نراها كده سوا بعدين وحتفهموها أكتر بعد ما اسمكها مرضى 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 صفد ت Courtney وج شخص صفدatif أجل مرضى آ PD مرضى كل تدقر مساكل شخص مرضى ب A plant or an animal immune system a way that your body protects you from disease something in your body that produces substances to protect you from infection and diseases جهاز المناعي دي طريقة جسمك protects you from disease يعني A way that your body protects you from disease دي حاجة بجسمك بتمنعك من المرض حاجة بتدافعة Infection العدوى A disease caused by a virus or bacteria organ A part of your body that performs a job for example the brain or heart perform to do an action react to do something because something else has been done severe When an illness or an injury is very serious or bad technique A way of doing something with a skill virus A very small living thing that causes disease notes and vocabulary organ and member اللي اتنين بمعنى عضو هنشوف فريق ايه organ عضو من عضاء الجسم The brain organizes the work of other organs in your body member عضو فرض في مجموعة أو في فريق أو في العيلة To achieve success everyone must work as a member of a team Family members Champion and Hero Champion Bataryodi Hidayah Malik is an Egyptian champion who won an Olympic medal in Taekwondo Egyptian Champion Hero بطل في قصة في رواية مسرحية The young actor was chosen as the hero of the new series about space New series سلسلة جديدة على الفضاء Hero بطل Checkpoint Choose the correct answer from A, B, C or D Number one She's the only person who believes in my capabilities and always tries to me to get better Pull Hinder Boost Discourage Excellent Boost يعني encourage يشقعني Two He was part of a team which made new heart parts from human Beings Cells Bones Races Excellent Human cells خلايا طبعا نقول human cells على بعضها خلايا بشرية Three Bacteria and are too minute and invisible for the human eye to see Bacteria and viruses flies tissues diseases طبعا معروفة جدا Bacteria and viruses كلمة minute flute co dot لحد يعرفها minute minute minuут لكن minute معناها very small ولكن نفس' لسبل لسبل Facility for doctors مع ذلك نحن نصل إلى هذا القطع. جيداً ونحن نعيداً. شكراً.